دلوقتي هنروح لحدوتة من الحدوتة اللي هي من كل بيت قالت ايه بقى واحدة؟ قالت انا متزوجة وعندي طفلين بس في مشاكل بيني وبين زوجي ومفيش تفاهم خالص ولا حوارات بيني وبينه غير اني مش متقبلة كزوج وده مأثر جدا على نفسيتي وعلى حقياتي انا اسفل ومخليني عصبية دايما حاولت كتير جدا اتفاهم معاه واتكلم بالراحة ودخلت ناس برضو مفيش تغيير وحاليا انا عايزة انفصل بس كل الناس بتقولي اصبري طالما خلفتي يبقى خلاص بصي لعيالك وبس اصبري انا بقى محتارة مش عارفة اعمل ايه خدري هكريك الميكروفون يا فندم يعني اتجوزته في ايه والحب راح فين وما بتحبيهوش مش عارفة يعني اتخطبوك فترة طويلة او جواز سالونات وبعدين حاست انها ما بتحبوش طب ليه طب ايه الاسباب هل ده شطان يعني يعني وزت شطان كده يعني حد يقولها جوزك لو كان كذا او بتبص على السوشيال ميديا فلو بتطلع شوية او فيه تطلعات او سقفة عالي للجواز ان هي تبقى يعني الحياة كلها الحياة فيها وحش وفيها حلو بس كم من حلو قد ايه وكم من وحش قد ايه لو النسبة كبيرة قوي وشخصية سامة بالنسبة لك او بتطلع لك طاقة سلبية اعودي وفكري لكن لو فيها حاجات ايجابية كتير لازم محتاجين نفكر وخصوصا فيه ولاد لا وبالذات كمان جوزك مش عاجبني وما بحبوش فخلاص يا بابا بحبو يا بابا هنجوز ما بحبوش يا بابا فحطط لا وبالذات كمان ان هي ما قالتش حاجة معينة يعني هي قالت بنا مشاكل ما كل بيت فيه مشاكل ايه بقى حجم المشاكل دي يعني اه ما اشعار فهي هي قتلازم توضح اكتر شوية اه زي ما مونة قالت ايه بقى حجم المشاكل او المشاكل شكلها ازاي اصلا حد بيضربك او حد بيعنفك او او بيهينك او كده ده موضوع لكن المشاكل بقى لو مثلا بتتخنق على الحاجات تعادية الناس كلها بتتخنق عليها المصروف اللي ما عارفش الولاد عايزين ايه الحاجات دي والما فيش تفاهم ولا حوارات برضو نحاول نفتع يا جماعة موضوع الحوار ده سايلنت ده خطر انت كرجل لو حسيت ان الموتك بدأ من حاجة وما بتتكلمش اوعي طمينك السكوت ده ان هي رادية او ان هي هتعديها ففيه ستات ما بتعديهاش على فكرة بتفضل مخزون مخزون بالسالب لحد ما بيبقاش فيه رصيدة عندها خاصة فش عايزة تكمل فاتكلم افتح حوار معاها لانه الصمت اخطر حاجة في الحياة الزوجية ما تفتكرش انها رادية لا هتيجي يوم تنفجر مفيش حد بيجي فدأ كده اقولك مفيش تفاق لا ده هو فيه موقف فهو مثلا سد النفسها فانها تتكلم طب بعدين طب مش هفاق مش لاقيها فرصة مش لا مش مديها فرصة تعبر عن نفسها وقولي انا بحب كذا مش تلفي وتدوري وانا لو كنت عملت كذا ولا لو قالوا لي مفيش كده ولا تدخلي رأي حد في الموضوع انا كنت احب انك تعملني كذا كنت احب اشوف منك كذا عباري عن نفسك وانت تديها فرصة تعبر عن نفسها جماعة ده فيه ولاد تقول فيه طفلين الموضوع يستاهل بصراحة لا وحسب فعلا حجم المشكلة او حسب حجم شكل شكل العلاقة عاملة ازاي فعلا لو مثلا مفيش كلام خالص عدم وجود الكلام بين الزوجين ده بيقتل الحياة الزوجية فاوزيني كده الامور شوفي الموضوع هل يستحق فعلا الانفصال ولا يستحق ان انت تحاولي مرة تانية ده حاجة بحدش هعرفها غيري مهما نصحناك مهما نصحناك اشتركوا في القناة